موسيقى مشاهدين الكرام في كل مكان في مصر والوطن العربي أهلا وسهلا بكم يتجدد اللقاء ويتجدد الحوار في حوار هادف حوار هادف حوار يحاكي الواقع وينظر إلى المستقبل زي ما فلسفتنا تعودت عليها للأسف الشديد قارب الموسم الأول لحوار هادف يعني بقى إنا كذا حلقة وينتهي معكم الموسم الأول لحوار هادف استعدادا إن شاء الله للموسم الثاني شكرا لكل مشاهدين على متابعتنا وكل النقد اللي جانا أو لكل المشهورات لكل الحاجات الحلوة اللي احنا شفناها على صفحتنا حوار هادف زي ما تبعتونا الفترة اللي فاتت ومهتميين جدا بالقضايا اللي انتو بتقولوها اي قضايا انتو بتعوزوها مننا احنا بنتكلم فيها احنا في حوار هادف مع نبض الشارع المصري حوار هادف أنا بشكر فيه كل الزملاء اللي بيساعدون فيه أنا بشكر على العلاقات العامة دكتورة ألاء أشرف بشكر فيه الملابس والإعداد إسراء عادل بشكر محمد فايز بشكر وكالة كونسبت صار عبد الرحمن سالم وبهني وبريكله على الافتتاح في وكالة وتمناله كل التوفيق وكل النجاح وإلى الأفضل دائما كمان بشكر مخرجنا الرائع الجميل محمد كيلاني وبشكر كل الوراء الكاميرا فقرتنا الإخبارية النهاردة دسمة ومعنا أخبار كتير جدا هنقولها لكم سريعا عشان نبدأ الحوار الحوار الهادف هنبدأ النهاردة عن قضايا قانونية مثارة في الشارع المصري هنتكلم النهاردة عن العنف الأسري عن التحرش الجنسي وبرضو أيضا معنا رجل قانون هنتكلم فيه عن قانون التصالح ومخالفات البناء سريعا في آخر الحلقة استنونا عشان فيه مفاجأة في هذا الحوار زي ما نوهنا عليها لكن هنبدأ أول أخبارنا الرئيس عبد الفتاح السيسي بيوجه بدراسة تطبيق برامج استبدال السيارات القديمة بأخرى تعمل بالغاز اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملة وزير البترولي والثروة المعدنية واطلع الرئيس على محاور المشروع القومي لاستخدام المركبات للغاز الطبيعي بهدف تأمين مصادر مستدامة للطاقة وتحقيق الاستفادة المثلى والقصوى اقتصاديا من ثروات مصر في الغاز الطبيعي وتعظيم القيمة المضافة منها ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة تطبيق برامج استبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز وذلك بهدف التوسع في عملية التحويل للطاقة الغاز وتحقيق وفر اقتصادي ملموس للمواطنين وتوفير فرص عمل وفرص أيضا للمواطنين بسيارات حديثة الأخبار دي برعاية ديسكي جريدة النبأ اليوم شكرا رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة معالي الصحفي الدكتور عيد علي في النبأ اليوم احنا بنشكره شكرا جزيلا على الهواء مباشرة ونكمل أخبارنا رئيس مجلس الوزراء يفتتح المقر الجديد لمديرية أمن الجيزة قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يرافقه السيد محمود توفيق وزير الداخلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة صباح يوم الخميس أمس بافتتاح المقر الجديد لمديرية أمن الجيزة المقام عند تقاطع طريق مصر اسكندرية الصحراوي مع محور 26 يوليو يأتي ذلك تنفيذا في إطار الخطط الطموحة التي تتبنها وزارة الداخلية لتطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة أيضا مجلس الوزراء كان مجتمع وبدأ الآن ثمار قانون التصالح لمخالفات البناء هنتكلم فيه برضو في حلقتنا النهاردة في آخرها مع ضفنا الجميل اللي معانا لكن بدأت الثمار تنتج بالخطط اللي قالتها الوزارة في شهر نوفمبر هتبدأ تتوالى الثمار وتتوالى البرامج اللي هتعلنها الحكومة الفترة القادمة زي الحكومة ورئيس مجلس الوزراء بيؤكد أن الجامعات ستكون بمثابة المكتب الاستشاري لكل محافظة لإصدار تراخيص البناء وضبط العمران بالمدن عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا بشأن استعراض الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية لمحافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية والمهندس علاء عبد الفتاح رئيس هيئة التخطيط العمراني وعدد من أساتذة الجامعات المصرية فيما شارك في الاجتماع من خلال تقنية فيديو كونفرانس محافظ القاهرة والجيزة والاسكندرية وأصدروا القرار الرائع ده المحليات ستكون بعيدة عن إصدار التراخيص خبرنا النهاردة عن حاجة جميلة جدا وده برضو من الثمار العمل في العمران والدولة وقيادتها السياسية في الفترة السابقة حيكون أعلى برج في إفريقيا في مصر بارتفاع 400 متر وزير الإسكان أكد أن معدل تنفيذ البرج الأيقوني بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة وصل إلى الطابق 49 بارتفاع 240 متر هنشوف في مصر بعد كده أبراج وهنا البرج الكبير على مستوى إفريقيا هنشوف ناطيحات سحاب في حاجات كمان في العالمين مجهود رائع ومتميز بدأ ينتج ثمار ونتمنى كل التوفيق وأن يكمل إن شاء الله بإذن الله على خير من خبرنا أيضا عن التجه إلى وزارة النقل ووزير النقل يطالب قيادات السكة الحديد بوضع نهاية خلاص لتأخير القطارات طلب المهندس كامل الوزير ووزير النقل قيادات السكة الحديد بنهاية التأخيرات لحركة القطارات التي قدرت بالساعات وذلك بتطبيق إجراءات السلامة والأمان في تشغيل القطارات دون إخلال بإجراءات الأمان ويعني برضو ننطلق أيضا من أخبارنا الملف الرئيسي الصحة والصحة في متبثلة في وزارة الصحة تطلق حملة للقضاء على الديدان المعاوية في الفترة من 18 وحتى 19 نوفمبر الحالي أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن إطلاق الحملة القومية للقضاء على الديدان المعاوية لطلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال المصريين وغير المصريين من المقيمين على أرض مصر بالمجان وذلك على مستوى مدارس محافظات مصر كلها في الفترة من الثامن إلى التاسع عشر من نوفمبر الحالي ومن الصحة ننتقل إلى التعليم وعن خطاب الغاء زيادة مصروفات المدارس الخاصة وزير التربية والتعليم طارق شوقي قال لا يعني التطبيق الفوري قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني أنه لا يعني التطبيق الفوري حاليا عن خطاب الغاء زيادة مصروفات المدارس الخاصة طبعا أنتم عارفين ألأ الأولياء الأمور من ودان أودارهم المدارس كثير من الناس نقلت من المدارس الخاصة مدارس تجربية أو مدارس أخرى في حالة من القلق والتوتر أتمنى أن وزير التربية والتعليم يا سعادة الأستاذ الدكتور طارق شوقي يعني تكون فيه استراتيجية استراتيجية تطمن بها أولياء الأمور عشان موضوع المصروفات وإيه ما ندخلش في جدل ندفع المصروفات لا ما ندفعش الدراسة إيه الدراسة لا يعني دعنا من هذه الشائعات وخلينا نضع بطريقة واضحة وبخطة استراتيجية واضحة ننطلق إلى الزراعة ووزارة الزراعة تعلن وصول أربعة آلاف طن من تقاوي بطاطس مستوردة من الخارج وذلك عشان بداية الموسم قالت دكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة أن الموانئ المصرية استقبلت أكثر من أربعة آلاف طن من شحنات استيراد تقاوي البطاطس بعد أخذ العينات الفحص ورقابة المشددة المتبعة على ذلك استعدادا لزراعة الموسم الجديد ومن أخبارنا الرياضية وقبل ما أقولها بهن فريق الزمالك على فوزه على الفريق اللودا المغربي بنتيجة ثلاثة أهداف يعني يستحق بجدارة فريق الزمالك ألف مبروك وإن شاء الله بإذن الله اللقاء في نوفمبر الحالي بين الأهل والزمالك على أرض مصر في نهاية البطولة أتمنى إن شاء الله يكون البعد عن العصبية ويكون لعب احترافي جميل نستمتع بكرة جميلة ونستمتع بقطبي الكرة المصرية الأهل والزمالك وفي نهاية بطولة إفريقية نستمتع بهم إن شاء الله بإذن الله لكن وكيل جيرالدو بيقول إن مصير اللاعب في الأهلي يتحدد بعد نهاية دور الأبطال بعد نهاية دور الأبطال دعا يتحدد مصير جيرالدو هيروح فين لكن نتمنى إن شاء الله إن مباراة الأهل والزمالك تكون على قدر المسئولية وتكون فعلا نستمتع برياضة وبكرة حلوة كده زي دايما منتوقعين من فريقين كبار زي الأهل والزمالك ويكون الجماهير يعني في حالة من البعد عن التعصب الكروي يعني أهم عجل إليه الاستمتاع بالكرة المصرية نروح لخبرنا من المرور والمرور يغلق طريق الوحات ويجري تحويلات لحركة السيارات لمدة ستة شهور ده بنقول لكل السائقين وكل العربات والمركبات خلوا بالكم طريق الوحات خلاص مغلق ويتم عليه تحويلات لمدة ستة شهور قادمة نذهب إلى الفن والفنانة بسمة تكشف كواليز إصابتها بفيروس كورونا وبتقول إن بقى لي أكتر من أسبوع معزولة كشفت الفنانة بسمة تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا حيث أكدت عبر حسابها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي اللوالفيسبوك أنها منذ أكثر من أسبوع معزولة نهائيا وأن خضوعها للتحاليل ورغم ذلك يعني كانت التحاليل بتقول الناس سلبية رغم ذلك إلا أنها لا تشعر بأي أعراض جراء إصابتها نتمنى لها الشفاء العاجل وأيضا وقال الله شر كورونا وشر هذا المرض والوباء لمصر كلها يا رب أجمعين ننطلق أيضا إلى الأخبار الدولية وخبر مهم جدا من المملكة العربية السعودية السعودية تبدأ ضوابط عمل جديدة بإلغاء نظام الكفالة القوى العاملة المصرية قالت إن إلغاء نظام الكفيل يعطي الوافدين حرية الخروج النهائي فور انتهاء العقد وأكد عبد الكريم عسيري رئيس مكتب التمثيل العملي لرئيس مكتب التمثيل العملي بالقنصلية العامة بالرياض أن هذه المزايا الجديدة التي تمنحها المبادرة تعتبر أهم ما يحتاج إليه العامل المصري والتي نتج عن غيابها سابقا بعض مشاكل العاملين زي ما تعرفين المملكة العربية السعودية فيها نظام الكفيل لما تيجي تخرج نهائي لازم الكفيل بيشوف فرق إيه أو يشوف السيستم إيه وهو اللي بيقدر يتحكم على النظام اللي موجود هناك أن يخرج لك ويدوز زر النهائي عشان تخرج نهائي وتنتيع علاقة العمل لكن في عقد عمل هو اللي حيبقى محدد وعن طريقه تقدر تخرج نهائي يعني من الآخر هما السعودية في مبادرة الآن لإلغاء نظام الكفالة هما بدأوا في الموضوع ده سابقا تدريجيا نتمنى التوفيق ونتمنى مصلحة العاملين المصريين دائما في الخارج وعشان برضو أخبارنا ومن ننساش أرصاد الجوية بتحذر المواطنين من تخفيف الملابس خلال الفترة الحالية والجو بارد على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومائل البرود على السواحر الشمالية وجنوب الصعيد ليلا ولطيف على جنوب سيناء ونخنبنا متابعينا الكرام إن فيه تنبؤ جوي لمدة ثلاثة أيام من الجمعة 6 نوفمبر وحتى الأحد 8 نوفمبر بتقص يعني حيبقى بارد يعني لطيف على شمال البلاد لكن معتدل على جنوب البلاد نهارا والرياح معتدلة وتنشط على السواحل الشمالية والغربية مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية غدا السبت ومن المتوقع سقوط أمطار حتى روح تكون خفيفة غدا على القاهرة وسط على الوجه البحري غزيرة على السواحل الشمالية خلوا بالكم قلواص دخلنا على فصل الشتاء خلوا بالكم ما تخففوش الملابس خلوا بالكم في الطرق خلوا بالكم من الأمطار من الشبورة رعاكم الله وحفظكم الله دوما إن شاء الله بإذن الله انتهت فقرة أخبارنا في حوار هادف استنونا بعد الفاصل الصغير ده عشان نكون مع ضيفنا الكرام والقضايا القانونية المثارة في الشارع المصري العنف الأسري والطلاق التحرش الجنسي وقانون التصالح لمخالفات البناء استنونا اشتركوا في القناة